مرحبا في هذا الفيديو راح أشرح طريقة تنزيلة يعني كيف تعمل فيديو تصور فيديو وكيف تنزله على القناة على قناتك بميزة العرض الأول وخلينا نبدأ تشرح بطريقة عملية أول شيء بالروح على الستوديو اللي في الجوال يعني إحنا صورنا فيديو جديد صورنا فيديو جديد طبعا عملنا فيديو جديد وطبعا موجود في وين في الستوديو مثل من تشايفين في الستوديو مثلا هذا الفيديو عنا جديد صورناه جديد هذا الفيديو اللب fianco زمagen الفيديو في نقطة مهمة هي إذا هذا الفيديو نازل على القناة يكون بنفاعة بميزة العرض الأول فطبعًا هذا الفيديو يجب ان يكون طلبة جديد بميزة العرض الأول تمام الأن سوف نقوم بعمل صفحة القناة نرى هناك حرف الزائد نرى حرف الزائد نضغط على اشارة الزائد نضغط على تحميل فيديو نضغط على هذا الفيديو نضغط على الفيديو الآن ننتظر عندما يحمل عندما يحمل الفيديو طبعا الآن يأتينا فوق اضافة التفاصيل مثل العنوان تكتب عنوان للفيديو طبعا اي عنوان انت يكون العنوان مناسب للفيديو اللي بدك تكتبه انت مثلا في هذا الفيديو شرح مثلا شرح كيف تعمل او كيف تحمل او كيف تنزل فيديو على قناتك بميزة بميزة العرض الاول بميزة العرض الاول تمام هذا العنوان اللي انا بشرح فيه بس انت يكون الفيديو مختلف عن هذا و بده عنوان يعني يكون مناسب للفيديو اللي عامله انت تمام هذا العنوان انا طبعا فيه اضافة وصف نضغط على اضافة الوصف ايضا نكتب وصف مثلا طريقة 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 مثلا عمل فيديوهات فيديوهات بميزة طريقة العرض الاول جميله تمام نرجع ثنون مثل اي فيديو يعني مثلا مثلا انت تحمي الفيديو على القناة تاعتك تنزل فيديو جديد على القناة تاعتك مثل اي فيديو ولكن هنا النقطة اللي بدك تعمله كيف مستوى العرض مثلا مستوى العرض الاول فمثلا تحت الوصف هاي مثل من انتوا شايفين في مستوى العرض علني مكتوب فهنا بتضغط على مستوى العرض مستوى العرض هيك يعني اعطانا خيارات هاي مثل من انتوا شايفين فضبط مستوى العرض اعطانا خيارات هنا مكتوب علني عن علني وعننا غير مدرج وعننا خاص وعننا ضبط الجدول الزمني تمام شايفين النقطة اللي محتوطة على علني احنا الحين بنعمل فيديو نضبط الفيديو يعني ضبط الفيديو كعرض اول فوري هاي المربع مثلا تحت علني بالضبط فيه المربع صغير تحت تحت علني بنحط فيه صح تمام الآن ضبط الفيديو كعرض اول فوري تمام حطينا صح الآن بدنا نعمل تاريخ ووقت لنشر الفيديو في الوقت اللي بدك اياه وبالتاريخ اللي بدك اياه ينتشر الفيديو على قناتك في اليوتيوب تمام هنا تحت تحت علنا فيه ضبط الجدول الزمني نضغط على ضبط الجدول الزمني تمام هنا في عندك بيقول لك ضبط الجدول الزمني يعني نشر الفيديو بصورة اعلنية في اياه وقت بدك بدك مثلا نشر الفيديو يعني يعني يكون يعني ينتشر الفيديو في اياه وقت مثلا عندك مكتوب الوقت مثلا الفيديو بده ينتشر او دياه يكون يكون بعرض الفيديو مثلا في 2 يونيو الساعة 12 صباحا كويس تمام فاحنا مثلا بنختار وقت وتاريخ تاريخ ووقت للفيديو ووقت نشره ونشر الفيديو بصورة اعلنية تمام وطبعا بيكون متل متل بت مباشر مثلا بس عرض عرض يعني عرض اول بيكون تمام فاحنا بنضغط على يعني متى متى بدك تنشر هذا الفيديو على القناة تعتك فبنضغط يعني هاي مكتوب عندك 2 يونيو على 12 صباحا فاحنا بننا نختار وقت يعني تاريخ ووقت الفيديو ومتى ينتشر فبنضغط على المستطيل الان مثلا نختار وقت لتاريخ مثلا في يوم سبعة في يوم سبعة بنضغط موافق الساعة اكم مثلا من دكت ينتشر الفيديو كعرض اول على قناة مثلا الساعة تمانية تمانية بنختار تمانية وخمس واربعين هنا في عنا صباحا ومساء نايا صاد وميم نختار مثلا اذا بدنا اياه صباحا نضغط نخليها صباحا واذا بدنا اياه مساء نضغط على حرف الميم مساء تمام ايضغطنا حرف الميم مساء Foreign نضغط الام ضغط الساعة و 45 مساء يشاهدون المشاهدين الساعة الساعة 78 و 45 مساء اronic نضغط موافقة الآن نحن عملنا ضبط الجدول الزمني يعني لنشر الفيديو بصولة عنانية في يوم 7 يونيو 2022 الساعة 4845 ما ساعة طبعا هذا ضبط الجدول الزمني يعني اللي عملناه اللي عملناه طبعا ضبط الجدول الزمني لنشر الفيديو بصورة علنية هذا هو بتاريخ في يوم 7 يونيو الساعة 4845 مساء بالتوقيت المحلي وهنا يعني تحت مكتوب ضبط الفيديو كعرض أول شايفين المربع اللي تحت فمنحط علامة صحف المربع اللي تحت تمام هيك صار الفيديو جاهز انه يكون بميزة العرض الأول على قناتك وانه يكون ضبط الجدول الزمني يعني نشر الفيديو بصورة علنية في يوم 7 يونيو الساعة 4845 مساء تمام فيه فوق السهم بلنا نرجع ارجوع ارجوع بتحمل بتضغط على كلمة تحميل وتم تحميل الفيديو عندك على القناة وبكون مجدول يعني بكون الجدول الزمني يعني اللي اخترته انت الجدول الزمني اليوم مثلا اليوم اللي اخترته يعني ينتشر فيه الفيديو على القناة والساعة يعني والساعة اللي بدك يعني يشاهد المشاهدين الفيديو اللي بدك تنزله بميزة العرض الأول طبعا اتمنى يكون يعني شرح بسيط و طبعا انا شرعت بطريقة عملية بتمنى يكون شرح بسيط وسهل و شكرا لكم وسلام طبعا نضغط على تحميل بعد ما يعني ضبطنا مستوى العرض عرض أول بنضغط على تحميل و طبعا هذا هو شرح يعني شرح الفيديو اللي مصوره جديد ودك تنزله قناة جديد يعني الفيديو جديد يكون تنزله قناة جديد بميزة العرض الأول بتضغط بعدين تحميل وتحمل الفيديو بكون جاهز هذا الفيديو يعني للعرض في بالتاريخ بالتاريخ اللي يعني انت اخترته وفي الوقت اللي انت اخترته تمام مثل يعني مثل ما شرحنا اتمنى يكون هذا الفيديو اعجاب شرح بسيط وشكرا لكم سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة